موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ربي يشرح لي صدري و سلي أمري و أحلل العقدة من لساني يفقى قولي تحية من سيطيبة لكم جميع نياته الوجوه المشرقة و القلوب المستبشرة أولا نرحب بالأستاذ سالم العبار المعلق المبدع دائما أهلا بكم في بيتكم و بيتي كذلك لا يفاتني أن أذكر الأستاذ محمد أبو شوفى المصور المبدع و المتعلق دائما لكم كل الاحترام و التقدير المتبادل دائما عن نفسه و نيابة على أهل البعشي جميعا نتقدم لكم بالشكر و التقدير و الاحترام معنا المؤنس راشد البعشي من مدينة السواني بن يادم نعيد و نكرر الترحيب لكم مرة أخرى عن نفسي راشد البعشي عشت هذه الرياضة منذ نعمة ضافي للحقيقة و أنا من محبين هذه الرياضة و أشجحها دائما على الأسرة و على المنطقة بالكامل و منطقة السواني و نوايح الأربعة بالكامل تتمتع برياضة الفلوسية الشعبية منذ ولدنا وجدنا أباونا و أجدادنا هذه الرياضة حقيقة رياضة لها كل الاحترام و التختير رياضة مميزة رياضة جميلة الحقيقة تعلمني فيها الكرم و الشرف و البطولة و الرجولة رياضة حقيقة لا أستغنى عنها أبدا أنا عن نفسي راشد البعشي الحقيقة يعني رغم أنها رياضة مكلفة بعد الشيء ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا و قادرين العقاد في منطقة السواني و منطقة النوايح حقيقة عقاد لها تاريخ كبير في هذه الرياضة نعمل أن الذاكرة لا تخنيش و لا نستطيع أن نسمي الأسماء لأن الناس كلها تنافس شريف في هذه الرياضة الحقيقة المبدعين فيها كتر و كل ما يتعلم يقول أنه فارس من حقه و الخيل من قبل لهذه المنطقة و لليبيا بالكامل و جاهدوا على أباونا و أجدادنا الحقيقة هذه الرياضة جميلة جدا 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 و مكلفة الحقيقة لا أقول لن نعطيك و وصفها الكامل لكن تعلمنا من الرجولة الشهامة الكرم الضيافة الإخلاص الرفيق الطريق المعاناة الفرح والسعادة والسرور دائما ترفقنا في حياتنا عن نفسي و عن نيابة عن الفرسان كامل خير رياضة الفرسية ستتسلم قد منحكم من أعطوها حقها صراحة فرياضة جميلة جدا وهذه رياضة الأباو الأجداد و هذه بلدنا نحن أجدادنا جاهدوا و قاوموا أكبر قوة قاهرة في شمال أفريقيا الحقيقة و نالوا الانتصارات و حققوا كثير من الانتصارات على الخيل و على الفرسية رغم الآن رأوا الشباب حاولوا شوية يتباعد علىها و خشت في ظل العولمة الجديدة حقيقة بعد الشباب و بعض الناس على رياضة الفرسية لكن ما زالت الدنيا بخير و ما زلنا نحن محافظين و بإذن الله ستمشي و تستمر إلى بعد الحدود بوجودكم و أنتم موجود الناس الطيبة اللي يمتلكم و نعمل الدعم من الدولة الليبية الحقيقة لهذه الشريحة الممتازة التي هي ترات و عنوان ليبيا ككل الحقيقة و يعرفه شمال المغرب العربي و ليبيا و شمال أفريقيا بالكامل الليبيين معروفين في رياضة الفرسية حقيقة و منفسهم رقم قوتنا المغربة والجزائرين والتوانسة و كلهم حدو حدو ريضتنا الميز الشعبي المشكل في العشرين و في الثلاثين و في فارس و نحن في بداية المشوار و أنا كنت صغير جدا نقدروا بأربعة و بخمسة و ستة الآن ما شاء الله وصل الأقد إلى الخمسين و ستين هذا يدل على ألفة الشباب و الفرسان و الإخلاص لبعضهم الحقيقة ف الحمد لله رب العالمين أنتم شوفوا في تونس كيف يلد و في المغرب كيف يلد و بذات المغرب ممتازة جدا فنة بوريدا يا أستاذ سالم حقيقة قد أشتعجبني في الزي متحم و بالمقرون و يقولهم بوريدا المقرون يقولوا كو مكح لا مارش عشان يقولون فنحن نحنان مفروض نلهدوا بها حقيقة و لدنا بها كان زمان الاتحاد العام جابنا من إيطاليا الأشياء هذه و جابوا الدخيرة و جابوا البنادق و جابوا زبونات و جابوا السروج من اللجنة من إيطاليا و كان هناك دعم من الاتحاد و نتمنى أن نعود مرة أخرى لأشياء هذه صراحة لأنها رياضة مكلفة و رياضة غالية حقيقة هذا سرز ترى فيه سنسال يساوي 6 و 7 الاتحاد يساوي 25 و 30 ألف جنيه خيقة و كان سرز من أروع سرز في شمال أفريقيا لا سرز الليبي لا يضايي لا مغرب ولا جزائري محترامي لأخوتنا المغاربة والجزائريين والمصريين و غيره كذا أراضي سرز الليبي في المرتبة الأولى في الديزاين و في الشكل و في المواصفات حقيقة فأنا أتمنى صراحة من الحكومة الليبية و من الدولة الليبية و من المسؤولين في الدولة الليبية أن يعطوا لفتة بسيطة للفرسان و ليس الشريحة الحقيقة يعني أيضا ما ننساش نتكلم عن البياطرة و الدكاترة و الممولي اللي علىها في حقيقة هذه أشياء غالية و مكلفة على الشباب و على الناس و على المربيين فأرأوا أنا نقول لك وتعبنا في المسافات و في النقل و في المواصلات هذه تكلفة اقتصادية حقيقة و جاءة على المواطن و على المربي و على المالك و على الراكب أيضا رياضة قفز الحواز حتيرة مكلفة جدا و كذلك صباق الحلبة و القدرة و التحمل فهذه تم جيش حاجة من لا شيء ضروري في تكلفة و في اقتصادية و ضروري في جد و ضروري في الانتباه لأشياء حقيقة من المسؤولين نتمنى أن يكونوا يسمعوا كلامنا و يسمعوا كلام المربيين و الفرسان و يساعدوهم بقدر الإمكان و لم يطلبوه مستحيل حقيقة سهلة جدا و لقلنا تمثلهم جزء كبير من تاريخ البلد حقيقة نحن كنا دائما عندما يأتينا الضيف و كذا كنا نستقبل فيه نحن الفرسان حقيقة في كل المحافل الدولية من غير فرسان لا يوجد شيء لا يوجد طرط الليبي حقيقة سيجين يعني يوجد شوية المزمار و لجماعة الفرقة و لديك شوية و لك الفرسيرة و عندها رقم ممتاز جدا في استقبال الأجانب و في استقبال الضيوف يعني تخير أنت لما يجونا مغربة و لما يجونا الجزائريين و لاتوان ثم في نهاية يشقانا و أخوتنا يكون يقابلهم يعني و أنت تشوف المغرب كيف مهتم برياضة الفرسية و تشوف في الجزائر و تونس الآن و وصلوا مرحلة بها نحن 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 و يدفع من جيوبهم و يأكل فروحهم و يوصل و يجيب و غير ذلك و يعلم الله نحن نرى الناس و بالذات التي لا تسمح لها و لا يستطيع تسيب هذه الرياضة كيف يدير مسكين أتمن الحقيقة من المسؤولين في الدولة النبية انتبهوا لها الشريحة الحقيقة لن نرى و نقول لك لن تستطيع لها سوى في الـ 24 و حتى لن شاء الله تعالى عمر الناس ستستمر معنا لولد الولد الليبي دائما باقي و تتمدد الحقيقة فهذا تراث يجب المحافظة عليه و يجب الدعم و نقوف معه و هذا ما عندي ما نقول لك و صراحة كيف علي عقل كم أستاذ راشد و الله دائما نقول راؤو و أنا آسف جدا أنا نزكي نفسي على الفرسان و نزكي كذا كل مننا و لكل فارس نكبو و لكل جواد صحوة كل عقد عنده مميزات و عنده ناس و عنده ناس و عنده نحترم كل الأعجال حقيقة فتحرجني استدسلم لأن هذا اللقاء و ربو ما يسمع الناس و أنا نقول كن ما لا سامح الله كولك فهذه رياضة فهتنا في الشريف فكذا و أنا أحترم كل الأعجال حتى اللي ناشي أمس أول ما نشأت عقدي عقد السواني بن يادم حقيقة لني جيراني و أمت ربي هنا و أنا مزرعت هنا و أبوي لقيت أحاطني هنا فتعلمت مع جيراني الحقيقة في عقد السواني بن يادم و منعلمني حرف أصبح لي معلم الحقيقة لكن بعدها لما كبرت و عرفت الدنيا و صارت فيه شوية عنصرية محترامي للكلمة هذه جوني قال لربايش و قالوا أنت رأوا إمكانك غير هنا فمشيت انتخلتي إلى منطقة النواية حقيقة للمدان عبدالعات البعوشي معروف يعني في 2001 بدأت معهم حقيقة و كنت ثاني واحد من معاوني للعقد و أولادنا بـ 17 و 20 و 25 و 30 قال لا لا أنا أبناء يبدو يركبون و أركبون أنا مازلت قايم أقدوا أولادة بوحشة في منطقة رقعت والله يشوف فأنا نقولك أستاذ سالم شكرا على السؤال حقيقة سؤال جيد و أقولك إزاي الليبي والرجل الليبي الحقيقة البدلة العربية و الزبون ما يسمى وبالحولي وبالكبوس الحمرة والفرملة و رايحتي مكلفة جدا الآن هل تصدق أن البدلة العربية رأوا على مستوى شمال أفريخي ممتازة جدا ما فيش عند أحد آخر ما احترامي لأخوة التوانسة والمغاربة والجزائرين و لكن بدلت نحن العربية لننبسوا فاة و أنا رأنا نقولك حاجة نهال البعوشي خيخة نتمتعوا بصناعة البدلة في باب الحرية و في سوق الرباع و في سوق اللفة و كلهم مقاللوا باعيش و لكن هتيا لأنا أصبحت غالية البدلة العربية تصل إلى 300 و 400 جنيه و الزبون يصل إلى ذاك الحال و الفرم لا تذهب حتى سواء مش عارف كم فحقيقة رأي بدلة العربية بدلة جميلة ممتازة 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 زي الليبي أننا أنا أتحدى بكل شمال أفريقي في لبسة جميلة و في راحة لما أنت تلبسها و في شكل جميل جدا و في ألوان زاهية ممتازة في نظر الملكي و في لوقيدي و في القاوي و في خرج اليدوي و في الخرج الكمبيوتر و في كده و يجب على الفارس ارتداء أحسن ملعب في فوق السرز أنا أقول لك خير زليس و أحسن كرسي السرز للرجل شهامة و كورمروة و كرامة حقيقة وإبداع في إبداع صراحة و البدلة العربية نفس الشيء يعني تصل إلى رقم أنا أقول لك دائما أنا ممكن تشوفني مرة و أحد المناسبات كانت في حفلة قومية كان الله يرحم أستاذ الحاجم و بورك سليمة ممين نادي قصب و الشير كان أكبر واحد في الحفلة هذه من الطرف يعني فقال لنا ندوني و كلمو و أزمعت الاتحاد و أزمان و أين بيش نسمي لأسماك و أنت بتفتح الاحتفال فجاء قال يا راشد أنت لازم تنمشي في جنبي الاحتفال كان حفلة كبير كان حاضرنا كله رأسها و غيره و كده و مسكتنا الرايا يمينة و واحد تاني جار يحتوى زمال عشور على الإصار و هو كان شبني كبير جعل قدامنا بالأحصان و ماسك الرايا و قال لي لو نحنين نجحنا أن نفتحه الكوكب و أعتقد كانت في 2007 أو 2008 و قال كان نجحتنا بندريكم زردة و بنعشيكم و غيره فقال أنه بيراشد هذا البعيش يركب جنبي و رأيه شوية و هو ما من بالجواد و الثاني و غرأنا كوكب الفرسان بعدين تأتي بعد ما يأخذوا الإدن فالحقيقة لبستنا زي و دائما الحمد لله يا ربي نتميز أن نلبس في ملابسي بشكل جيد والحمد لله بعدين نزلنا و نجحنا في الافتتاح و كما يرأ الحقيقة و أمشي الحاجم مبروك و أعطونا لدن و سرنا و نجحنا فيها لما نزلنا و مشرد ما نزلت أنا ما نبيش نخلي بدلتي لأننا في حركة و غير ستتسال و أنتعرفين البست التوت و البست الكعبك و يدور فيها العمبروك الظليم عادة الله رحمه قال وين راشد قلت لنا و قال أنت 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 مبكري في البدلة العربية و ماذا في الفرق و قلت لنا يا رجل قال أنت مبكري كويس شكلك بهندامك و أنت لبسك كيف أنا لم أعرفتك فأصرا يرون يعطي فيه شخصية مميزة مثل العربي غير الأمريكاني و غير الكاجول و غير التوتا و غير كده و أنا دائما أنصح في الأبناء و الشباب لا يتخلو على زي و بدأت في العياد دائما كل الناس ترتدي في الملعبس و الليبين خاصة يتميزوا بالألوان الممتازة جدا و يدخلوا بعض الأشياء خشت حاجات تطوروا فيها لكن هو الشكليات فيه لكن الموضوع موضوع رسمي شكليات خليك منها لكن هذا كل الأشياء هذه لا يوجد لون ثابت و كل منطقة تتميز بلون سرزة و بلون إحلاس حقيقة لكن الشباب خششوا الديجيطال و خششوا الكمبيوتر و خششوا الأشياء هذه فصار فيه شوية ولكن نقول لك حاجات شكلية فعالفرسان وعيين للأشياء هذه مستقبلين فماذا أنا عن نفسي لما نصنع سرزة نقول لها ما تدير شي خلي إذا ما اركبت في التسعينات و قبل زيت سرزة الخيل كلها جميلة بجميع الأشقر والأحمر والأربد والأزرغ حقيقة أنا أحترم كل الخيل و عمري ما قلت فعيب حتى لو لا سامح الله في شيء عمري ما نقول أنا في الخيل بالذات لن نحترم على الخيل صراحة و عندي معها ظروفي خاصة و هي فعنا الأشقر وعنا الأحمر وعنا كل من من يشوف اللون الذي يمشي معه و المتميز به لكن الخيل جميع الألوان الآن طورت الثلالة الحقيقة و الملاك يعملوا عليها و جابوا فحول و جابوا أمهات وعطونا انتاج ممتاز جدا 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 غير زمان الحقيقة يعني و كل الألوان في الخيل في ليبيا موجودة أنا وفضل الأحمر و أشقر و غير يفضل الأربد و أزرغ و أنت ما عش في الخيل الحقيقة لا ما نقدرش نقول في الألوان نقولها سبعتها نقوله بالعامية وجوهها عظامية لا نستطيع نقوله فيها سيد سيد خير باركة و خير و ناصيتهم ناصية مباركة و كل ما تنفق على القيل هو صدقة و الله أعلم نقرأ و نطلع دائما على الموضوع هذا دائما الجمال في الهندام و في شكل زائلة و كيف جسمها و كيف الفارس قيمها و السرز أيضا خيغرة نقولك أنت تتكلم على ما تخش لمناسبة مباركة نقولك تخش بمئة ألف جنيه ليبي الجواهد و السرز و البدلة و الحداء فنقولك التنصيق في الزي صعب جدا و لكن الشباب الآن تفننوا فيه الحقيقة و يلبسوا في حاجات ممتازة و لايقة و كل الاستيراد مفتوح في الزي في السرز و في البدلة العربية فنقوله العيق دائما يقيم أولا بالهندام حقيقة و بالأشياء أنا دائما مفضل و لا نحترم الفرسان حقيقة كلهم اللي حلقوا في وجوهما الحفلات و يلبسوا في حضاء بيد و لزمناظر و الجرد بيد و الطاقية حمرة و السرز العربية يمشي مع الأحمر و لازر يمشي مع الأكثر و كل واحد منا يركب في أشياء فيعته في عقد جميل جدا دائما لكن نقول لك سعلم لكي لا يفوتني نقول لك عندما ترى فارس راكب زائلة ممتازة و جواد ممتازة و أنت تتكلم عن 100 ألف جنيل يبير يظهر المظهر اللايق والبدلة الكويسة والجواد الرائع والمبتع خيقة يعني العقد جماله في السروج و في البدلة العربية و في الوقفة و دائما اليد والركوب دائما يركزوا على هدوم الأدراب و نقول لهم إذا لم تكن أدراب و لكي لا تلد و عمرك لا تجلس على الزائلة خصوصا تنال برمة و تعطيها مجال كيف ترقى و كيف تقفز و كيف كده فالآن نرى بعض الأخطاب من فرسان ولكن أنا أعذرهم صراحة يجلسوا على الزائلة و يبرمها و تندبر من السرز و لا تعطيك سليه في غييتها و الخير رأي نحن أنت جلس فوق الزائلة و تمشي بك هي أنا أقول لك هذه أشياء لا تعرفها إلا و أنت تركبها يتفرجوا يقول يجلسوا على الحصان و خرص لا فيا معناف تحضير للزائلة و تحضير للفارس و نصب و جلست على العقد فيا اللي يضعها لا إذا ما هو إذا ما يأتي إذا ما يأتي يعرف ما يعطيه شيء طبع للعقد لكن دائما نختاره فيما نحن اللي يأتي البراني والدخلاني والثالث والرابع والخمس هؤلاء قريبين من الجمهور و قريبين من الصور و من التوتيق دائما نأخذ الناس المتمرسة والمبدعة والتي تلبس كويس هذا الأشياء و هذه النقطة صارت عفاة كبيرة سنة سالم بين الفرسان كل مننا يحتاج إلى الواجهات و غيرها ليس أي واحد يأتي في الواجهة صعب جدا و أنت تعرف هذه ملاكة من الله سبحانه وتعالى حتى في الزي و في اللبس لا يستطيع الواجهة يصنحها في روحها حقيقة القيادة راولها دور و كارزمة خاصة من الله سبحانه وتعالى في السوال ابنتك أنت في الزي أو لا في كده هذه الأشياء أنت لم نستطيع أن نحكي لك لا نصف لك لكن نركب على الجوال نعرف كيف نتصرف حتى جلس نغير أنا كتبا و لا نتحدث بكر و أنت من عز أصدقائي منعيب جدا أن نتحدث و نراكب على الجوال و خاشل المناسبة هذه واحدة من الأشياء نرى الشباب يستعملوا في الهاتف و يدخلوا فوق الخيل الخيل لديه احترام و دخولك للمضمار لديه احترام و استفافك مع الزمال لديه احترام و جلسك لها احترام و بعدين تكمل و يذهب مع سالم حتى لو سالم يخدرني لما أنتبه لأشياء أنا نرى دائما معتز بنفسي و نشبه لأمان و نشبه لجوادي و نشبه لزمري و من يصاب فالبعا الناس الذين يحضروا معنا المنازلات يحتجوا علينا دائما و بدتنا لا أتحدث لما نرك نبدأ لأي في روح و نبدأ في ندامي و نتحدث و ضروري أن تكون الفرس لا يتحدث و نقاب و خلاص قلت لك شاركت في محافل قومية في ليبيا و شفت في تونس و شفت في المغرب كان زمان كانوا الليبيين نحن بدأت نحن للمنطقة الغربية كنا نردوا بثلاثة و باربعة و بخمسة و حتى بانا كانوا يزوزوا بثلاثة كما صاير الآن في الجبل الأخضر رأي في ميالدوا في فرس واحد هذه كانت هنا موجودة و بعدين طورات مين و بعدين ثلاثة و حتى نتوا في منطقة الشرق في منطقة الشرقية بنغازع ثم كانوا يزوزتهم لكنهم داروا عقاد و نجحوا الحقيقة و نظموا و طوراها الفكرة و بارك الله فيهم في الشباب اللي وقفوا على عجبتني أنا شفت عقادهم ممتازة الآن و بدأت ضاهي عقادنا في منطقة الغربية و عندك في الجنوب أيضا حتى هناك صحوة كبيرة في سوك نوى الدال لدي أصدقائي تصلوا بي دائما و قلت على حضرة ولكن نتيجة المشاغل في الحياة و العمل و الظروف الواحد لا يستطيع الوافق ولكن لدينا صحاب و لنقول لك بشكل عامل فرسان مجرد أن تقول فارسة في الجبل الخضر أو في سبا أو في الجنوب أو هنا يحترموا كلهم غير أن تسمي أسماء أخرى عندهم مرابطة سبحان الله الفرسان نقول لك يا راح يرحموا بك كلما تعالى أنت تعرف الجدو وتعرف الضيافة وتعرف الكرم وتعرف كده حقيقة أنا خدمتني كلمة الفارس في كل مكان حتى في المناسبات الاجمعية و في العمل أو في صعيد الأصدقاء أو في المصالح العامة حقيقة يعني عندما نجد شخص فارس أمامي والله العظيم كأني أنا اللي مساكتي دارتي و حاجتنا خضرها وباحترام لي يقول لي أنت تفضل خلاص فهذه رابطة ممتازة ممتازة بين الفرسان أبدأ من الغرب الليبي لها نهاية شرق الليبي بدرنة و تبرج إن شاء الله رب يعمر دارنا و بناسها و بيهلها و نشوفها و يدعونا نحن شارك في حفلة زمان في دارنا قد ممشينا الهدنا فيها حقيقة كبروا بنا و نتمنى نتعود دارنا من جديد بعد المشكلة التي صارت إن شاء الله رب يعودهم بخير و يعودنا في أخير حقيقة لديك علم أنه عندما حصل صار دنيال في دارنا المنطقة الغربية علقت الهيد و وقفت كل شيء عندك بأعلم هذه هذه رسمية هناك دار و علام رسمي قالوا ما فيش سنة هذه لديك تعاطف و ما أخوتنا في دارنا و غيرها حقيقة ولكن الحمد لله أنا أشبع فيها لأنه رجعت من جديد إن شاء الله رب يلم الشمل و تبدأ دارنا مرة أخرى و نمشوا و ندروا لها زيارة تانية فأنت تنست يا سوال أستاذ سالم فعلا أنها كل منطقة كان عندها ظروف لكن لنرى و نقول لك الغالب حتى المنطقة الغربية تبجيها المنطقة توا سوكنا و سبها دراها رسميا كانوا ما عندهم أنا أعرف محترامي لي مش ما عندهم ما يعرفوش ولكن كان دكي كانت هيها زمان منطقة الغربية هذه منطقة النوايح أكتر شي جميل عجلات ترك دالين صبراطة الزاوية ورشفان خيغة كلهم عقادة المنظمة ممتازين الفرسان ويكبروا ويهتموا بالضيف ويهتموا بالجواد وعندهم باع طويل في الخياط شكرا أستاذ سالم عبار المعلقة المبدع الناجح دائما بنالك للتوفيق ولك الاحترام وتختير كذلك أقول محمد المصور المبدع والمخرج وأهلا بكم في بيتي وبيتكم ونتمنى نلتقي مرة أخرى في لقات جميلة ونأمل نعتذر من أي واحد انسيته وما سمتاش ولا انسيت خطأ ولا خنتني الذاكرة في الرياضة وانا ما زكيش نفسي صراحة على الاربي في فرسان ما زالوا أكثر مني كفاءة وغيره كذا والكمال لله بسحوان تعالى أنت عارف سلام فاللقا جاء مفاجئ ومرحبا بيك مرة أخرى ونلتقي إن شاء الله دائما ولك كل الاحترام والتختير اشتركوا في القناة